أكد الفريق جيولوجي المختص في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الموقع الذي تصاعد منه الدخان في منطقة الغدير الأبيض بمحافظة المفرق وأثار هلع المواطنين أصبح آمنا ولا يوجد خطورة على حياة المواطنين رئيس فريق جيولوجي في مديرية البترول والصخرة زيتي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية جيولوجي بهجة العدوان أكد أنه بعد الكشف عن الموقع وبتكليف من محافظة المفرق قام تاليات بفتح الموقع حيث تسرب كامل الغاز إلى الهواء مما أدى إلى اختفاء النار وأوضح أن اشتعال النيران وضصاعد الدخان كان جراء تكون غاز الميثان في محجر قديم متواجد بالقرب من محط التنقية المفرق حيث كان مغطى بكميات كبيرة من الردم والأنقاض وحجارة البازلت المنقولة للموقع إضافة إلى مخلفات متبقية من محطة التقنية وضعت قبل ثلاث سنوات كما تبين وجود أثار اشتعال سوداء على الجهة الشرقية من المحجر وأشار إلى أن عملية الردم منعت وصول الأكسجين إلى الموقع مما أدى إلى تكون غاز الميثان والذي بدوره وصل إلى السطح من خلال الشقوق ونقاط الضعف ومن ثم اشتعاله مما خلق هالة من الهلع لدى المواطنين في المنطقة زادت الخلافات بين أعضاء منظمة أوبك حول تنفيذ اتفاق خفض الانتاج لدعم الأسعار بعد أن تجددت الخلافات بين سعودية وإيران ما أثار شكوك المستثمرين حول قدرة منظمة أوبك على تنفيذ هذا الاتفاق التاريخي وانعكاسه على الأسعار تفاصيل أوفاء في هذا التقرير السعودية وإيران في مواجهة من جديد حول كميات إنتاج النفط التي قد تعرقل تنفيذ اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط بالجزائر بخفض الانتاج بواقع 700 ألف برميل يوميا والذي من المنتظر أن يقرر رسميا في 30 من الشهر الحالي في فيينا الخلافات السعودية الإيرانية طفت على السطح من جديد خلال اجتماع خبراء أوبك الأخير بعد أن أعلنت طهران رفضها أي قيود على معروضها النفطي ليأتي رد الرياض أنها قد ترفع إنتاجها بقوة لخفض الأسعار ليعيد للأذهان فشل اجتماع الدوحة في نيسان الماضي بسبب خلافات بينهما أيضا هذه الخلافات المتجددة كبدت أسعار النفط الأمريكي أكبر خسائر أسبوعية بنسبة 9% وخام برينت حوالي 8% منذ كانون الثاني 2016 إضافة إلى تأثريها بالزيادة مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي واستمرار ضعف الطلب وسجلت أسعار النفط بداية جلسة الأسبوع انخفاضا لعدم توصل اجتماع خبراء أوبيك مع المنتجين من خارج المنظمة إلى اتفاق يضمن مشاركتهم في أي اتفاق لتقييد مستويات الإنتاج وفي تداولات يوم الثلاثاء زاد نفط برينت من خسائره بعد زيادة أسبوعية قياسية في مخزونات الخام الأمريكي مقابل ارتفاع في سعر الخام ويوم الأربعاء وصل برينت خسائره بنسبة 3% في حين ارتفع الخام 2% تقريبا عن الجلسة السابقة واستمر انخفاض برينت الخميس بسبب شكوك المستثمرين بقدرة أوبيك على تطبيق الخفض المزمع للإنتاج في حين واصل الخام الأمريكي ارتفاعه ليسجل أسعار خامي النفط ارتفاعا طفيفا في آخر جلسة للأسبوع ورغم التطورات المتسارعة حول المفاوضات بين الدول النفطية حول تخفيض الإنتاج لتحقيق استقرار السوق بعد عامين من تخمة المعروض وتدني الأسعار إلا أن السوق يترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى الثلاثاء والتي ينظر إليها باعتبارها تنطوي على مخاطر للأسواق ضبطت في المملكة 21 ألفا وثلاثمائة وست حالات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال عشرة أشهر الأولى من العام الحالي رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق لحياري أكد أن كوادر الهيئة ضبطت عشرة ألاف وست عشرة حالة استجرار غير مشروع منذ بداية العام لنهاية التشرين الأول وشكلت سبعة وأربعين في المئة من إجمال الحالات التي تم ضبطها من قبل الجهات المعنية الأخرى وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن مديرية الأمن العام وقوات الدرك خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ضبطت ثلاثة ألاف وسبعمائة وسبعة حالات فيما ضبطت كوادر شركات توزيع الكهرباء الثلاث خلال نفس الفترة سبعة ألاف وخمسمائة وثلاثا وثمانين حالة أكد وزير صناعة وتجارة والتموين يعرب لإقضاء أن محافظة إربد تشهد تطورا صناعيا متسارعا في الآوينة الأخيرة رغم أنها من أكثر المناطق المتضررة بسبب الأحداث الدائرة في المنطقة لموقعها الحدودي وقال خلال لقائه أصحاب المصانع في محافظة إربد اليوم أنه تم توقيع اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لفتح أسواق كثيرة أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها بعد خسارته أسواق مهمة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل العمل من أجل تطوير وازدهار القطاع الصناعي وتسهيل وتبسيط متطلبات أصحاب المنشآت الصناعية لدور القطاع في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل تركيز الحديث على قرارات تبسيط قواعد المنشأ ودخول الأسواق الأوروبية والأسواق الغير تقريدية طبعا ضمن الظروف المحيطة بنا نعرف أنه جميع المعابر الحدودية مع الدول المجاورة مغلقة الآن وضرورة إيجاد أسواق غير تقريدية وأيضا كان هناك الحديث من الهيئة العامة بإيجاد توسع لمدينة الحسن الصناعية حيث أن المكان أشغل بالكامل ولا يوجد مكان للاستثمار في مدينة الحسن برعاية الأمير علي بن حسين دشهنت جمعية قرى الأطفال في عمان مشروعا للطاقة المتجددة في القرية بحجم 55 كيلو واط ويدف المشروع إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لمساعدة جمعية قرى الأطفال في تحمل الأعباء المالية المتزايدة التي تجعلهم غير قادرين على دفع فاتورة الطاقة من كهرباء وغيرها ومن المتوقع أن يوفر نظام الطاقة المتجددة في قرى الأطفال 1500 دينار من فاتورة الكهرباء الشهرية أي ما يعادل 18 ألف دينار سنويا وبعمر افتراضي للأجهزة المستخدمة بالمشروع 25 سنة مما سيوفر ما يقارب 450 ألف دينار على مدى هذه السنوات نطلق افتتاح الطاقة البديلة أو الطاقة الشمسية التي تبرعت فيها الله يرحمها أم سند ماضي هي تبرعت في نفس الطاقة الشمسية البديلة بمدينة العقبة SOS العقبة وبعدين هلأ لمدينة عمان نصف فاتورة الكهرباء أو 3-4 فاتورة الكهرباء تروح هذا الدخل نقدر نحطه في التعليم في التطوير بالأشياء الثانية اللي احنا محتاجينها ترجمة نانسي قنقر